أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر تستهدف تعزيز ارتباطها بالتكتلات الدولية لتعظيم منافع الاقتصادية والسياسية الممكنة دون الإخلال بتوازن علاقتها الخارجية مع كل الأطراف الدولية الفاعلة جاء ذلك خلال التحليل الذي أصدره مركز المعلومات وأكد خلاله تنمي العلاقات التقفية والسياحية بين مصر ودول أعضاء البريكس وأوضح التقرير أن انضمام مصر للتكتل يمثل فرصة ساني حال الوصول إلى 30 مليون سائح لتحقيق 30 مليار دولار إرادات سنوية